بسم الله الرحمن الرحيم نلتقي في الدرس السابع عشر من شرح لغة الجافة بإذن الله نتعلم اليوم موضوع جديد اسمه الانهيريتانس أو الوراثة خلينا ناخد بعض الأمثلة حتى نوضح هذا المفهوم هنوضحه في هذا الفيديو والفيديو القادم نفترض أنه في شركة حابة تعمل برنامج للموظفين وعندها موظفين من النوع اللي بياخد عمولة يعني عندهم مبيعات وبياخد عمولة على المبيعات الموظف بياخد عمولة على المبيعات طبعا مثال جاهز لأنه حياخد وقت كتير لو أكتبه هنعمل كلاس اسمه Commission Employee تمام؟ بيمثل الموظفين اللي بيعملوا بنظام العمولة هكتب Extend Object هذي جديدة علينا Extend Object هذي معناها أنه بنحدد أنه الـ Object هو الـ Parent Class لـ Class Commission Employee أو الـ Object هو الـ App للـ Class Commission Employee طبعا أي كلاس ما بنحدد له أب بيكون Automatic الـ Object هو الـ App Lee لكن سواء كتبناها أو ما كتبناها نفس الشي إيش معنى أب أو إيش منستفيد لما نحدد الأب للكلاس هذا هنتعرف عليه في الدرس في الفيديو القادم لكن مبدأيا خلينا نكمل في هذا الكلاس الـ Commission Employee للموظف والـ Social Security Number اللي هو رقم الهوية السيلز، المبيعات، الـ Commission Rate، العمولة فهذي كلها متغيرات Instance Variable للكلاس Commission Employee لو نلاحظ أنه الفيرس نيم واللاس نيم ورقم الهوية من نوع Final Final معناها المتغيرات هذه بعد ما تأخذ قيمة ابتدائية ممنوع نغير قيمتها لو حاولنا نغير قيمتها حا يعطيني Error فهذه المتغيرات بيسموها Constance مش متغيرات لما كتبت Final تحول لـ Constance وليس Variables طبعاً منطق إنه الفيرس نيم ما يتغير فلذلك حطناها من نوع Final بينما السيلز، المبيعات بتكون أسبوعياً بتتغير فما حطناها Final طيب بعد ما أنشاءنا خمس متغيرات أنشاءنا Constructor اسمه Commission Employee طبعاً زي ما تعلمنا الـ Constructor بنعطي قيم ابتدائية للخمس متغيرات طبعاً بنفحص إنه القيم تكون منطقية لازم المبيعات ما تكون أقل من صفر والـ Rate ما يكون أقل من صفر لو كانت غير ذلك يطلع لي Exception أو Error لو كانت صحيحة، حيعطي قيم ابتدائية للمتغيرات زي ما تعرفنا في الفيديوهات السابقة بعد ما نشاءنا الـ Constructor في عنا الـ Set و الـ Get Methods طبعاً، الفيرس نيم إلو Get ما إلو Set لأنه من نوع Final ممنوع نعمله Set لو حوالي نغير قيمته حيعطيني Error فبس منطقي نعمله Get والـ Last Name نفس الشي والـ Social Security Number نفس الشي بينما السيلز إلو Set to Get زي ما تعلمنا والـ Commission Rate إلو Set to Get زي ما تعلمنا هناك ميثود جديدة اسمها Earning تحسب لي كم راتب هذا الموظف أو كم مدخلات هذا الموظف طبعاً كيف أحسب المدخلات؟ حضره بالمبيعات اللي باعها الموظف ضرب العمولة يعني الموظف لو باع 1000 وعمولته 10% حيحصل على 10% ضرب 1000 حيحصل على 100 طيب، في بدعم الميثود اسمها ToString بس كتبت قبل Override ليش كتبت Override؟ لأنه هذا الـ Class الأب إلو هو الـ Class Object الـ Class Object هنكتشف في الدرس القادم أنه الـ Class Object فيه ميثود اسمها ToString ToString ميثود وظيفتها ترجع String يوصف الـ Ob يوصف الـ Class طيب، أنا ممكن أراجع أستخدم الميثود اللي في الـ Object لكن أنا حاب أغير تفاصيلها لأنه حاب في الـ Method ToString أكتب تفاصيل عن الموظف فلذلك أنا ما حستخدم الميثود ToString الموجودة عند الـ App حاب أغير عليها التغيير هذا اسمه Override للميثود فلما أكتب وـ Add Override للميثود حيتيح لي أني أعرف ميثود نفس الميثود الموجودة عند الـ App طبعا هذا optional إني أكتبها لو حذفتها ما حيصير شيء طيب، داخل ToString من إيش بدأ أعمل؟ بدأ أعمل String فيه معلومات على الموظف FirstName LastName Security Social Security Number Growth Sales وCommission Rate طيب، نيجي نشوف التست للكلاس هذا كده خلص الكلاس نشوف التست في التست أنشان الـ Object من نوع Commission employee استدعينا الـ Constructor وعطيناه خمس قيم FirstName LastName رقم الهوية المبيعات والـ Rate بعدين طبعنا هذه المعلومات باستخدام الـ Get Methods بعدين غيرنا المبيعات لـ 5000 والعمولة لـ 10% بعدين طبعناها باستخدام ToString طبعا بس كتبت بدي أطبع بدي أطبع الـ Object لكن لما نطبع Object باستدعي ToString Method أو ممكن أستدعيها بشكل صريح نفس الشي ما هتفرك إما أستدعيها بشكل صريح أو أطبع الـ Object ويطبعها زي ما شوفناه في الفيديوهات السابقة طيب نشغل البرنامج هنلاحظ أنه بالفعل طبعا لي بعد ما نشأى الـ Object باستخدام الـ Constructor طبعا لي بياناته باستخدام الـ Get Methods وبعدين غيرنا المبيعات من ألف إلى خمس ألاف وغيرنا العمولة من ستة بالمية إلى عشرة بالمية وطبعنا البيانات باستخدام ToString Method وطبع لي اياه فالآن عملنا كلاس الـ Commission أمبليه وعملنا كلاس تست عليه طيب الآن الشركة قالت في عندها نوع تاني من الموظفين الشركة قالت أنه عندها نوع تاني من الموظفين الموظفين في النوع التاني بياخدوا راتب أساسي سواء باعوا أو ما باعوا بالإضافة للراتب الأساسي بياخدوا عمولة على المبيعات أيضا طيب والشركة طالبت مننا ننشئ كلاس خاص بهدول الموظفين نشوف الكلاس اللي حننشئه طبعا حنشئ Public Class اسمه بايز بلاس كوميشن أمبليه يعني بايز سالاري بياخد راتب أساسي بالإضافة للكوميشن أمبليه بالإضافة للكوميشن العمولة طيب طبعا ما كتبنا Extend Object لكن مع ذلك سيكون هو الأب لهذا الكلاس عرفنا المبيعات والعمولة كلها شبيهة في الكلاس السابق لكن ضفنا إليها السالاري السالاري موجود في هذا النوع من الموظفين وغير موجود في النوع السابق من الموظفين أنشأنا Constructor بشبه اللي عملنا في الكلاس السابق كله تكرار تكرار معدى السالاري فحصنا شرط السالاري ممنوع يكون عقل من صفر وسوينا كل المتغيرات نفس السابق معدى السالاري أضفنا أعطينا قيمة ابتدائية في الكونستركتور عرفنا ما في ست لنا نفس السابق كله تكرار لنفس الكود الموجود في السابق ست كوميشن ريت لكن في جديد عملنا ست ست بيز سالاري وغيت بيز سالاري لأنه الموظف السابق النوع السابق من الموظفين ما كان عندهم سالاري فما عملنا لهم ست وغيت لكن هنا عملنا لهم ست وغيت الارنينج كانت موجودة لكن طريق حسابتها تغيرت في النوع السابق الموظفين كنا نضرب الريت في المبيعات لكن هنضرب الريت في المبيعات لكن هنضيف الى السالاري لأنه موظف هذا عنده راتب أساسي وعملنا اوفر رايد للميثود توسترينج نفس السابق لكن اضفنا لها البيز سالاري كان زيادة طيب خلينا نشوف التست الخاص بهذا الكلاس في الكلاس هذا انشان ايضا اوبجيكت اسمه امبلوية اعطينا بينات الاسم الاول والاخير ورقم الهوية والمبيعات والعمولة والراتب الاساسي وطبعناهم باستخدام الget methods وايضا اه غيرنا الراتب الاساسي من 300 كان الى 1000 وطبعنا باستخدام التوسترينج خلينا نشغل الكلاس بالفعل طبعا معلومات الموظف الاول بعدين غيرنا الراتب من 300 الى 1000 وبالفعل طبعا بينات الموظف باستخدام التوسترينج method خلينا نتكلم على التوسترينج method لو نلاحظ انه لما استدعي emblu.t str الموظف الموظف فما انه الاب حيورث من الاب المثود تو سترينج يعني حتى لو حذفنا هذه المثود ما هيعطيني هنا ارور انه ما فيه مثود اسمه تو سترينج لانه الاب مثود لكنه ورث من الاب هنحكي على الوراثة بشكل اكبر للفيديو القادم لكنه ورث من الاب هذه المثود لكنه ورثها بطريقة عمل احنا ما بنحبها خلينا نشغل برنامج شوفه ايش هيطبع هنلاحظ انه تو سترينج اللي عند الاب بتطبع بيانات على الابجكت بتكتب اسم البكيج بعدين اسم الكلاس بعدين بتكتب رقم غريب بسموه الهاش كود كود خاص بالابجكت فهذا احنا شي ما بنرغبه احنا حابين لما نطبع تو سترينج للموظف يطبع لي بياناته عشان كده احنا اعملنا الأوفررايد للميثود تو سترينج يعني احنا مش حابين نستخدم التو سترينج تابعة الاب حابين نعدل عليها وننشئ تو سترينج بترجع لي بيانات الموظف او وصف على الموظف فيه كل تفاصيل الموظف فلما نعمل اوفررايد الآن بيطلع لي بيانات الموظف في استخدام تو سترينج طبعا هاي فايدة الاوفررايد انه احيانا بيكون عندي مثود عند الاب لكن انا حابة استخدمها لكن مع بعض التعديلات اللي اجريها عليها طيب حتى الآن ما تكلمنا على الوراثة ولا ايش فايدة الاب لكن في عنا ملاحظة الملاحظة هي انه الكلاص كوميشن امبلوي والكلاص بيز بلاس كوميشن امبلوي فيهم تشابه كبير في الكود بنلاحظ هنا في خمس متغيرات هنا في خمس متغيرات نفسهم بالاضافة لمتغير اسمو سالري طيب الكونسركتور هنلاقي شبيه جدا الكونسركتور بياخد خمس متغيرات هنا بياخد ست متغيرات وبعمل نفس الاشياء تقريبا نفس اللي بيعملها كوميشن امبلوي عندنا الget والست تقريبا متشابهين بشكل كبير ما عدا هنا في عندي get وست للسالري لانه السالري مش موجود في الكلاس التاني اما الباقي كل الميثود متشابهين عندي هنا في اليرنينج في مثود اسمه اليرنينج ايضا هنا عندي مثود اسمه اليرنينج لكن في فرق بسيط في طريقة حسابات اليرنينج بين الموظفين التوسترنج حتى التوسترنج فيه تشابه كثير بطريقة عملها هنا بس اللي بفرق اني حطبع زيادة السالري في النوع الثاني من الموظفين فمنلاحظ ان الكود تقريبا مكرر فهل في داعي اني لما انشئ كلاس تاني اكرر الكود هل في طريقة اسهل بحيث اني ما اكرر الكود استخدم الكود الموجود طبعا من اهم مزايا الـ Object Oriented Programming انه في شي اسمه الكود reuse اعادة استخدام الكود فما في داعي اني اكرر الكود بشكل كبير زي ما شفنا تقريبا تسعين في المية من الكود مكرر فهذا بيقول انه المفهوم الجديد هنتعرف عليه اكتر في الفيديو القادم وهو الـ Inheritance او الوراثة كيف هننشئ نفس الكلاسات هذه بس بطريقة باستخدام الوراثة وحنوفر على انفسنا كتابة الكود مرة تانية هذا ما سنعرفه في الفيديو القادم اتمنى الدرس هذا يكون واضح ونلقاكم في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته